السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم مناط صالح الغرب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي المتميزين معي في الصف الثالث ابتدائي معي في مادة لغتي للفصل الثالث فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي بداية علينا أن نلتزم بقوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية التي تنص على ماذا؟ أن علي أن أختار مكانا مناسبا للتعلم بعيدا عن الضجيج بعيدا عن التجمعات كذلك أعرف جدولي وأوقات التعلم المباشر كما يجب علي أبنائي وبناتي أن أستعد قبل بداية الدرس وذلك بأن أجهز كتابي المدرسي وأدواتي التي أحتاجها القلم الألوان جميع ما يلزمني إذن تكون جاهزة قبل بداية الدرس بعد ذلك أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع درسي حتى انتهاء الوقت المخصص لأبنائي وبناتي أخيرا نوجه رسالة إلى أولياء الأمور نطلب منهم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد أنوان درسنا هو حرف الد المجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة الهدف العام من الدرس هو أن يتعرف الطالب والطالبة على الحرف ذ إذن أهداف التدريسية تبدأ بماذا؟ بأن يحفظ الطالب والطالبة شكل الحرف ذ ثانيا أن يستخرج الطالب والطالبة الحرف ذ منفصلا وجزءا من الكلمة ثالثا أن ينطق الطالب والطالبة الحرف ذ بالحركات الفتحة والضمة والكسرة رابعا أن يسمي الطالب والطالبة صورا تحتوي على الحرف ذ أخيرا أن يتمكن الطالب والطالبة من كتابة حرف ذ منفصلا وجزءا من الكلمة ماذا نشاهد أمامنا الآن؟ ما هذه الحشرة؟ إنها ذباب ذبابة إذن هذه ذبابة ذبابة تبدأ بأي حرف؟ ذبابة تبدأ بأي حرف؟ أحسنتم حرف الذال ممتاز إذن تبدأ بحرف الذال مراجعة سريعة للمهارة السابقة التي تعلمناها معا وهي مواضع حرف الذال أين يوجد حرف الذال في وسط الكلمة؟ أمامي كلمة باذنجان وأمامي كلمة ذيل وأخيرا كلمة قنفذ المفتاح مخصص لفتح القفل الموجود لديه كلمة تبدأ بماذا؟ تكون حرف الذال أين؟ في الوسط يعني ماذا وسط؟ يعني قبل حرف وبعده حرف إذن حرف الذال في الوسط بينهم نشاهد كلمة باذنجان ماذا؟ هل قبله حرف حرف الذال هنا؟ هنا حرف الذال هل قبله حرف؟ نعم وهل بعده حرف أيضا؟ نعم إذن أين موضع حرف الذال هنا؟ يبدو أنه ماذا؟ في الوسط نشاهد هنا كلمة ذيل ديل أين حرف الذال؟ ظهر في الأول ليس قبله شيء هنا كلمة أنفذ أين جاء حرف الذال؟ في الأخير ليس بعده شيء إذن أي كلمة سنفتح القفل فيها؟ كلمة باذنجان لأن حرف الذال ظهر في الوسط أحسنتم لقد تمكننا من فتح القفل إذن باذنجان حرف الذال أين ظهر؟ ظهر في الوسط ممتاز أبنائي وبناتي إذن أستمع وألاحظ سنغلق الستار ونستمع إلى قصتنا لليوم عن ماذا تتحدث؟ يحكى أنه كان هناك أربعة إخوة مختلفين يحبون اللعب مع أصدقائهم الحروف إذن هؤلاء هؤلاء الإخوة سنتعرف على الأخت الأولى بينهم وهي الفتحة وهي دائما مبتسمة وترتدي قبعة فوق رأسها وتفتح فمها عند الكلام ظهر يوم حظف الذائي عند بابنا وقال لقد أحضرت معي أحدا من أصدقائي الحركات سأتركها تستعرف بنفسها لكم هيا تفضلي يا فتحة حظرت الفتحة قالت أنا الفتحة ودائما مبتسمة وأرتدي قبعة فوق رأسي تجعلني أفتح فمي عند الكلام عندما أدخل على الحرف أجعل قبعتي فوقه فيصبح شكله ذ إذن يصبح شكله ماذا؟ ذ وينطق بفتح الفم إذن ظهرت الفتحة الآن على حرف ذ أخبرتنا أنه يفتح فم الفم عند نطق الحرف التي تظهر عليه الفتحة فيصبح صوت الحرف ماذا؟ ذا أحسنتم ذا 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 إذن ذا لاحظتم أبنائي وبناتي؟ ماذا حصل؟ فتحت فمي أحسنتم إذن ألاحظ وأقرأ كيف صوت الحرف هنا؟ ذا ذا ممتاز إذن ألاحظ وأميز كيف تكون الحركة على الحرف هنا إذا ماذا؟ إذا فتحت فمي قلت ذا ذا حركة ماذا؟ حركة الفتح لماذا؟ لأني فتحت فمي إذن نقول ذا ذا لاحظتم؟ فتحت فمي رددوا معي ولاحظوا كيف تفتحون فما كون؟ عند نطق حرف ذا بالفتحة ذا ذا ممتاز رائع هيا الآن أستمع وأردد استمعوا جيدا هذا ماذا؟ ذا ذا ذيل ذا ذا ذيل لاحظتم؟ إذن كيف نقرأ الكلمة؟ هيا نقرأ معا ذا ذا ذيل ذا ذيل ممتاز أحسنتم أبنائي وبناتي ننتقل الآن إلى فقرة ألاحظ وأقرأ هيا نقرأ معنا الصورة ونقرأ ماذا نشاهد الآن؟ صورة ماذا يظهر لدينا الآن؟ صورة لذا ذا ذهب أحسنتم ذا ذهب ذهب ممتاز ذا ذا ذهب إذن ما الحركة التي ظهرت على حرف الذا في كلمة ذهب؟ ذا 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 أحسنتم الفتحة لذا فتحت فمي قلت ذا ذهب نشاهد الصورة التالية هنا ماذا تشاهدون أبنائي وبناتي؟ ما هذا؟ ماذا نسميها؟ ماذا نسميها؟ وضعت عليها دائرة نافذة أحسنتم نافذة إذن نافذة من يشير على حرف الذال في كلمة نافذة؟ أين جاء؟ في الوسط أحسنتم إذن وما الحركة التي يحملها؟ حركة ماذا؟ حركة الفتحة أحسنتم أبنائي وبناتي صل صوت الحرف بالكلمة المناسبة هنا حرف الذال هنا ظهر بالفتحة إذن صوته ذا ذا ها أي كلمة مناسبة للحرف ذا ذا كلمة ذا ذكي ولا ذي ذئب ها أيهم نضع على حرف الذال فتحة في كلمة ذا ذكي أم ذئب أحسنتم ذا ذكي إذن نضع ماذا هنا؟ نضع علامة الفتحة على الحرف أحسنتم أبنائي وبناتي نشاهد معا هنا صوت الحرف إذن ما هو صوت الحرف هنا؟ ماذا ظهر عليه؟ الفتحة أحسنتم إذن كيف يكون صوت الحرف إذا ظهرت الفتحة؟ لاحظوا ذا ذا إذن ماذا أفعل؟ أفتح فمي؟ أم أبتسم بقوة؟ أم أضم الشفاء؟ أحسنتم أفتح فمي يصبح صوت الحرف مع الفتحة ذا ذا أحسنتم أبنائي وبناتي وصلنا إلى نهاية درسنا أستودعكم الله وأصيكم بتطبيق ما تعلمنا وذلك بحل الأنشطة الموجودة في كتابنا المدرسي ألقاكم على خير معكم معلمتكم منان صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر